رغم الاهداث المؤلمة التي مرت بها البلاد خلال هذا العام 2021 والتي تمثلت في الوفاة المفاجئة لمشريتات ادريس ديبيتنو في ميدان الشرف الا ان الاقتصاد الوطني وبفضلها الجهود الجبارة للمشريس الاسكري الانتقالي بكادة الفريق محمد ادريس ديبيتنو الذي شراءه موذل وهلة الاولى في استدباب الامن والاستقرار لاجل استمرار الحياة وممارسة النشاطات الاقتصادية بصورة طبيعية فان الاقتصاد الوطني قد خطى خطوات جدو ثابتة ذلك رغم الاثار الجانبية التي اثرت الاقتصاد الكلي بشكل مباشر لاسيما المرتبطة بوبايكو في التسات عشر والمشكلات الامنية بالبلدان المجاورة التي مبثق عنها تدفق عدد كبيرة من اللاجئين الى داخل البلاد فرغم ذلك فان البلاد قد شهدت اعادة اطلاق العديد من المشاريع الحيوية للسكان لاسيما في البنى التحتية كاعادة اطلاق الاعمال في مشاريع رصف الطرق ان كانت ذلك في العاصمة انجمنا وكذا مشاريع الطرق التي تربط ما بين كبريات مدن البلاد بهدف تقليل المعاناة التي يعانيها المواطنين في التنقل ما بين المدن ونقل البضايا اثناء موسم العمطار الامر الذي يقف عقب همام التنمية الاقتصادية فلذلك وبالنظر الى هذه التطورات الايجابية فانه من دون شك فان الاقتصاد الوطني سيشهد المزيد من التطورات الايجابية خلال السنة المالية الجديدة 2022 ولتجاوز الاثار الانفة الذكر فيجب ان يسجل الاقتصاد الشادي معدل نمو 4.1% في عام 2022 على اكس 3.7% في عام 2021 عموما ان الاقتصاد الوطني خلال هذا العام 2021 الذي شرف للانتهاء ورغم الاهداف المؤلمة التي مرت بها البلاد فان الاقتصاد قد قاوم اشتركوا في القناة